هذا التقرير الأول الذي تم تسريبه لم يوقع برئيس اللجنة التقرير النهائي لا موجود وتوقيع رئيس اللجنة يوسف الكلابي موجود به أيضا فكل أعضاء اللجنة مقعين على هذه المعلومات التي توصلتها لجنة الأمر النيابي 148 هذا إجحافي بحق هذه اللجنة النيابية المشتركة أنها اعتمدت على ما يتحدث به أهالي أو عوائل هؤلاء المعتقلين لا هناك مقابلات تمت مع المعتقلين حتى بحضور نفسه وابرغيف نفسه حتى صار حديث أمام اللجنة أن أحد المعتقلين اعترف أنه تعرض إلى التعذيب الوحشي وتعرض إلى التعذيب بالكهرباء وموجود كان وهذا التحدث بها هو رئيس اللجنة نفسه قال أنا قاعد وأحد المعتقلين وبحضور أبرغيف تحدث بهذا الأمر قضية التعذيب هذه أنه يقال لا 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 هذا حقيقة ظلم وظلم كبير هذه اللجنة مارست أبشأ أنواع التعذيب بحق المعتقلين ليس فقط التعذيب وإنما هناك انتهاكات كثيرة للدستور جرى في عمل هذه اللجنة هذه اللجنة القضية مو بس بعملها يعني علامات الاستفاة مو حتى قانونيا يعني تشكيله هو أساسا غير قانوني عملها غير قانوني أما يعني أنت تضرب وتمثل عن قد أبرز المعتقلين هم أحمد عبد الجليل الساعدي وعبد الحسين بها عبد الحسين صاحب شركة كايكار أنا راح أتحدث لك وأنا المسؤول عن كلامي أنا أقول لك أن هذه اللجنة لجنة الأمر 129 ما تأسست إلا إلا وخليسمحها كل الشعب العراقي إلا الاعتقال بها عبد الحسين موسيقى